في أحدث تصعيد صادر عن الصين تجاه الولايات المتحدة وزير الدفاع الصيني قال أن بلاده ستقاتل حتى النهاية لمنع محاولة فصل تايوان دعونا نتابع معا في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العالم كله يبدو كأنه على صفيح نساخن بالوقت الحاضر وزوايا العالم ما في إلا عم نسمع منها أزمة وراء أزمة الآن يكثر الحديث عن منطقة البحيط الهادئ يكثر الحديث عن ما يجري ما بين الصين وتايوان والآن سمعنا قبل قليل من المسؤول الصيني يقول بأنه ليس لدى الصين أي أفكار هيمنة وأنها لن تشارك في أي صباق للتسلح بنفس الوقت في دفع من الولايات المتحدة وتهديدات بأنه عدم لمس تايوان شو أسباب هذا التصعيد بالوقت الحاضر من قبل الولايات المتحدة وهل هو مبرر؟ نعم صباح الخير صباح تحياتي إلى كل فريق العمل والمشاهدين يعني للأسف كل فترة أو كل آلية لتصعيد الأزمات تستغلها الولايات المتحدة والصين وروسي هذا الثلاثي الآن الذي أصبح هو محور إشعال الأزمات حول العالم هذه الأزمات السياسية التي بدأت تتحول إلى أزمات اقتصادية يعني في السابق دائما كان لدينا أزمات سياسية عسكرية ولكنها لم تكن تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير الآن كل أزمة سياسية تنعكس بشكل سلبي وسلبي جدا على الاقتصاد بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الآن ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين هو يعكس استراتيجية البيت الأبيضة استراتيجية بايدن باحتواء الصين يعني هذا هدف بايدن الأساسي هو تحويل البوصلة الأمريكية وكل السياسات الأمريكية مع حلفائها نحو الصين وروسيا والصين في الدرجة الأولى احتواء الصين سياسيا وعسكريا واقتصاديا هذا بالنسبة للولايات المتحدة الآن في ظل السيناريو الأوكراني هناك تخوف من كل الجانبين تخوف من الولايات المتحدة بأن الصين يمكن أن تستغل الأزمة الحالية الموجودة عالميا وانشغال الولايات المتحدة في أوكرانيا وأن هناك حالة من الفوضى في العالم وتقوم بعملية عسكرية ضد تايوان كما فعلت روسيا ضد أوكرانيا وهنا المسألة ستكون صعبة على الولايات المتحدة في مواجهة الصين خاصة فيما يتعلق مثلا بفرض العقوبات على الصين لأن الحسابات تختلف بين روسيا وبين الصين هذه نقطة الصين بالمقابل تخشى بأن الولايات المتحدة تستغل الأزمة أيضا من أجل تشجيع تايوان على إعلان استقلالها أو أن يكون هناك دفع أكبر لانفصال ربما يكون أكبر عن الصين وتغيير مبدأ دولة واحدة ونظامين هذه هي المشكلة الأساسية الآن لكن إذا ما نظرنا إقتصاديا كيف نقارن ثمن أي تدخل أو أزمة ما بين الولايات المتحدة والصين مقابل أزمة ما بين الولايات المتحدة وروسيا الثمن الذي تدفعه الولايات المتحدة سيكون الثمن كبير جدا بالنسبة للولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة على سبيل المثال لديها آلية لكامل الاستيراد أو دعني أقول 60 إلى 70 في البيئة من الاستيراد من الصين يعتمد على السلع الأساسية التصنيع الأساسي معظم الشركات الأمريكية تصنع في الصين آلية الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وبين الصين أيضا هي لصالح الصين في هذا الإطار هذا أولا بالنسبة أيضا لانعكاس هذه الأزمة على حلفاء الولايات المتحدة إذا ما تحدثنا مثلا عن الاتحاد الأوروبي أيضا هو سيكون معني في عدم التصير على الأقل في الوقت الحالي الذي نشرت فيه أزمة مع روسيا مع روسيا كان الأمر مختلف يعني كل من تلقى الضرر أو الضربات هم الأوروبيين لأن الولايات المتحدة مثلا لا تستورد إلا جزء يسير أو صغير جدا من النفط الروسي بالنسبة للغاز الأمر معدوم بالنسبة للبضائع وبالنسبة للسلع الأساسية أيضا لا تستورد من روسيا ولكن بالنسبة للصين الأمر مختلف جدا يعني أي ضربة للعلاقات الاقتصادية بين الصين وبين الولايات المتحدة أو تصعيد للأزمة سينعكس على الاقتصاد الأمريكي كما حدث عندما بدأ ترامب الحرب التجارية مع الصين ورأينا سباق في رفع أو في فرض الرسومة الجمهورية بين الجانبين يعني الآن الحسابات دقيقة جدا ولكن بايدن يبدو بأنه يريد أن يتوجه إلى الصين بشكل كبير ويستغل الوضع الحالي الفوضى ذكر أيضا المسؤول الصيني أن العقوبات لن تكون بديل عن الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا بنفس الوقت ما نسمعه أمس أنه من رئيس بايدن الذي قاله وأكد أنه كان عارف أنه رح يطلع فوق الحدود يدخل يغزو أوكرانيا وكان بس ما كان زيلنسكي عم بيتسمع له بهذاك الوقت زيلنسكي من جهته أيضا قال بأنه بايدن ما سمع له لما قاله أنه طلب أنه يصير في عقوبات مسبقة يعني قبل ما يصير الغزو على روسيا من أجل الحد من هذا الغزو هل مثلا بيقولوا عم بيصير فيه ترابل إن باردايز هل عم بيصير فيه الآن ما بين هالحليفين القواية زيلنسكي وبايدن نوع من المعاتبة ولا شو ممكن توصل يعني التصريحات بايدن أعتقد بأنه هي للتهرب من الوضع أو من مسؤولية الوضع الحالي بأن الديمقراطيين على اعتاب انتخابات نصفية وبالتالي لا يريد بايدن أن يتحمل كامل المسؤولية هو يقول بأنه أبلغ زيلنسكي ولكن السؤال هو ما هي خيارة زيلنسكي يعني من دفع زيلنسكي أو من دفع أوكرانيا إلى تفعيل أليت الانضمام إلى الناتو أعتقد هناك تهمت للولايات المتحدة بشكل أو بآخر يعني في كل الحالتين تصريح بايدن هو السلب نوعا ما إذا كان يقصد بأنه يتهرب من المسؤولية هذه مسؤولية الولايات المتحدة كان يقصد بأن زيلنسكي لم يستمع إلى الخيارات لم تكن هناك مطروحة خيارات أساسا أمام زيلنسكي على الأقل من قبل الولايات المتحدة الأوروبيين كان يقولون دائما لزيلنسكي استمع إلى صوت الواقع الذي يقول بأن الناتو لن يتدخل عسكريا وبأنه يجب على أوكرانيا أن تفاعل أليت عملها في مجموعة النورماندي وإن كان روسيا تخذت قراره بشكل أو بآخر يعني الآن هذا العتب أعتقد بأنه سينعكس إلى خلافات في الفترة القادمة ولكن الآن لا خيار أمام زيلنسكي إلا أن يكون أمام الولايات المتحدة ولكن هي فقط للتهرب من مسؤولية معينة تقول بأن الولايات المتحدة تتحمل جزء من هذه المسؤولية هذه المشكلة الأساسية الآن بأنه لا أحد يتصرف باستقلالي ناصر زهير شكرا جزيلا مرة أخرى لك شكرا لحضورك مع العقب برنامج واليوم تختتم أعمال قمة الأمن لحوار شانجريلا في سنجابور التي جمعت قادة الدفاع في آسيا والمحيط الهادئ والذين حذروا من التدعيات الأمنية للحرب الأوكرانية على المنطقة تنضم إليه الآن من القمة والتي عقدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مفدة شرق الأخبار المتركماني المصباح الخير يعطيك العافي لكم يوم بالمؤتمر ما أبرز ما سمعته وما أبرز ما آلت إليه المحادثات هناك صباح الخير صباح اليوم هو اليوم الأخير ويوم الاختتام الجلسات لم تكن بكثافة جلسات يوم أمس ولكن كان هناك جلسة مهمة جدا حدثت صباح اليوم وكما توقعنا في الحقيقة كانت لوزير الدفاع الصيني رد خلالها على نظره الأمريكي كما كنا قد توقعنا وكما كان قد صرح لنا يوم أمس سريعا وقال لنا بنبرة قوية جدا إنه سيرد على أوستن يوم غد أي اليوم وفعلا حصل هذا صباح اليوم واستخدم وزير الدفاع الصيني عبارات قوية جدا قال فيها إنه إذا أرادت أمريكا المواجهة فإن بلاده ستقاتل حتى النهاية كما بالطبع تم التطرق لحديث تايوان وهي القضية التي كانت أبرز قضية خلال هذه القمة قال خلال ذلك وزير الدفاع إن بلاده ستحارب كل من يسعى للتدخل في قضية تايوان الصينية ووصف تايوان بأنها مقاطعة صينية وشأنا صينيا لا يجب التدخل فيه وأنها ستعود مجددا إلى الوطن الأم كما رد أيضا على تصريحات أوستن الذي اكتهم بكين بإطماع توسعية في المنطقة وأكد أن الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهادي والهندي تدفع إلى المواجهة بالطبع كان هناك حديث عن موضوع أوكرانيا أيضا حيث قال إن الصين لم تمد روسيا بأي دعم عسكري أو مادي وأن الدول الغربية هي من عقدت هذا الموقف من خلال تسليحها أو تقديم الأسلحة لأوكرانيا تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرد عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا فاقمت هذه الأزمة بالطبع في الملف الاقتصادي كان هناك تعليق من وزير الدفاع الصيني على العقوبات الغربية على روسيا كما قلنا حيث قال إن هذا الأمر لم يحل المشكلة في أوكرانيا والحرب في أوكرانيا كما كانت هناك أيضا محادثات صينية سنغافورية أعرب فيها وزير الدفاع السنغافوري عن قلقه من ارتفاع أسعار الغاز بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا هذا أبرز ما جاء منذ صباح اليوم في المحادثات هذه كانت أبرز كلمة لم نسمع رد من الجهة الأمريكية حتى الآن واختتمت بالفعل فعاليات القمة وحاليا يقام غذاء خاص للوزاري وهو مغلق ليس متوفر للحضور ألماتركماني شكرا جزيلا حضورك معنا صباح اليوم ترجمة نانسي قنقر